بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إن شاء الله نكمل محاضرة الرابعة اللي هي Part 2 من Lecture 4 المحاضرة السابقة شرحت هي المحاضرة الرابعة بس الجزء الأول وصلنا لحد سلائد 39 اللي هو اللي هو بمعنى انشطار أو انقسام نأتي هالسنة عرب شنو يقصد بالكلفج يقول حسنا الزايكوت متكون عندي نتيجة اندماج الاسبيروم ويه الأوسايت استجلم كلما نهايزة كتصل للمرحلة إنه عبارة عن خليتين راح تخضع لي يعني الانقسامات خيطية ركزوا انقسام خيطي ليش انقسام خيطي حتى يعني أزيد من عدد الخلايا ليش تزيد من عدد الخلايا حتى بالتالي أكون انسجة والتالي هالانسجة راح تكون أعضاء يعني راح حتى ينبني الجسم مالة الامبريو لذلك راح نستعين بالميتوتك ديفيجن راح يصر لي ميتوتك ديفيجن فش يقول الغاية منه إنه يزود لعدد الخلايا مثل ما ذكرت يقول هذا الخلايا راح كل ما يصير لها كل ما يصير انقسام راح يصغر حجمها كل ما يصير انقسام يصغر حجمها ويكثر عددها جيد هذه الخلايا شنو اسميها اسميها البلاستومير هذا الخلايا الي تنقسم اسميها البلاستومير يعني تكون البلاستومير هاي شي يقول يقول من توصل انه هذه الخلايا يكون عددها ثمان خلايا شو يقول يقول يكونون شكلهم شلون مرتبين على شكل فقاعات زين بعد شي يقول يقول استجسر سنجي الى مراحل تطور الزايكوت من مرحلة هي عبارة عن خليتين حدمة تتكون الموريلا الموريلا هو الطور التوتي اعتقد زين اللي هي تقريبا يكون عدد الخلايا ثنين وثلاثين خلية زين فيش يقول يقول يعني الزايكوت راح تكون عبارة عن خليتين بعد ثلاثين ساعة وراء الاخصاب زين يقول بعد أربع ساعات من الاخصاب يعني تكون عبارة عن أربع خلايا الزيال ساعة يقول بعد ثلاثة ايام يقول بعد ثلاثة ايام من الاخصاب راح يعني يزداد عددها نتيجة من الميتواتيك ديفيجين أكيد إحنا قلنا كل ما يصر لها الميتواتيك ديفيجين راح يزداد عددها ويصغر حجمها فراح يصر عددها من 12 إلى 16 خلية بعد 3 أيام تقريبا من الأخصاب بعش يقول يقول بعدها بعد 4 أيام تقريبا من عملية الأخصاب راح توصل الطور الموريلا اللي هو الطور التوتي اللي هو آخر الأطوار مات الخلية يعني الزايكوت وصلت من صارت خليتين الحد يعني النهاية مالتها اللي هو الموريلا ستيج زين قول خلال هذه الفترة يا فترة الموريلا البلاستومرز ار سراوندد باي زونة بلوسيدا هذي الموريلا ستيج اللي أسميها يعني خلال هاي المرحلة الخلايا شنو أسميها قلت أسميها البلاستومرز هاي الخلايا البلاستومرز راح أشوفها محاطة بالزونة بلوسيدا هذه الزونة بلوسيدا طلاب راح تختفي بنهاية اليوم الرابع هي باليوم الرابع شا تكونت؟ تكونت الموريلا هذه المور البلاستومير اللي هي عبارة عن بلاستومير خلايا بلاستومير راح ألقاه محاطة شنو بيمن؟ ألقاه محاطة بالزونة بلوسيدة بنهاية اليوم الرابع راح هذه الزونة بلوسيدة تختفي حتى يصير عملية عملية الغرس عملية الزرع الأمبريو بالرحم هذه صور شوفوها اوكي نكمل يقول شو قصد بها هاي قول بعد الانقسام الثالث اللي هي المرحلة اللي صارت عدد الخلايا وصلت من 12 الى 16 خلية يقول بهاي المرحلة راح أشوف البلاستومير هاي الخلايا البلاستومير مرتبطة واحدة بالثانية مرتبطة واحدة بالثانية و راح يكون يعني تكون شون الكرة باتصالها تكون خلايا متماسكة توح انه هي على شكل كرة هاي ارتباط هنشلون راح يكون يرتبطون هذال الخلايا عن طريق تايد جنكشن زال يقول هي عملية بروسس كومبكشن سيجريت انرسل يقول هي عملية انضغاط و راح يصير نتيجة هذا الانضغاط راح تنفصل الخلايا الداخلية عن الخلايا الخارجية خل certified اراولكم الخلايا الداخلية و شنو يقصد بالخلايا الداخلية و شنو how two o what is will not take care طلاب هاي الخلايا الداخلية هاي لونها غامق و هاي المنان المنان بناطرافه هاي خلايا الخارجية هاي خل Zumra اللي يكون ليونها green و هاي كل لونها blue راح نااصلون 0 تتواضح عندنا اكثر لكن حبّت ان تعرفون كيف هل الخلايا الداخلية و الخلايا الخارجية و يقول مثل ما قلنا انه ستكون هي يعني ستفصل الخلايا الداخلية عن الخلايا الخارجية و هاي الخلايا الداخلية ستكون واحدة و ثانية مرتبطة عن طريق زيان يعني ويقول تقريبا ثلاثة يعني بعد ثلاثة يعني بعد ثلاثة يام من الفرتلازيشن من الأخصاب يعني نفس الشي نفس ما ذكر السابق أنه بعد ثلاثة يام من الفرتلازيشن راح تتكون نتيجة راح تبدأ انقسامات وتتكون تقريبا من 12 إلى 16 خلية بعد ثلاثة يام من الفرتلازيشن زيان يعني بس مجرد نكرر معلومه هنا وهنا نشي يقول الانر سيل اللي هسا راح نجي نعرف شنو الفائدة من الانر سيل وشنو الفائدة من الاوتر سيل وشنو كل واحدة ما راح تسوي لي يقول الانر سيل الانر سيل الانر سيل راح تكون لي الانر سيل شنو يقصد بها الانر سيل مصطلب يقصد بها انه راح تكون لي الكتلة الخلايا يعني شنو يعني راح تكون لي التشيو امبريو باختصار شديد يعني هي راح تكوني الامبريو هي راح تكوني الامبريو من هي الانر سيل حتى يسموها الامبريو بلاست زين الانر سيل الانر سيل من الموريلا يقصد بها الانر سيل و الانر سيل يقصد بها الانر سيل و راح تكون هذه الانر سيل ماوس مثل ما قبل شوية راويت لكم اياها راح تكون محاطة بالاوتر سيل ماوس اتمنى انو تذكروها انبريو الانر سيل موس راح تكون لي شنو التشيو مالة الامبريو اذا اويتر سيل مثل و الاوتر سيل ماوس راح تكون التروفو بلاست هذا التروفو بلاست اللي راح ترتبط أو تنغرس بجدار الرحم بالإندوماتيريا مالة الرحم او او يعني مع مرور الوقت راح تكون البلاست زين اللي هو التروفو بلاس راح يربط مثل ما نقول الامبريو جدار الرحم زين ومع مرور الوقت راح تتكون البلاس انت هنا أنا نمضح لي الاوبم زين هنا فدي سمري متضينا عليه يعني عن الاول شيء development of zaycott عندي zaycott وهذه zaycott راح تخضع المجموعة من الانقسامات الخيطية راح تكون عبارة عن خليتين the stage of development or fertilized ovum to sell بعدين الصير 4 سيل بعدين 8 سيل بعدين 16 سيل الحد ما توصل الى خلية اسميها البلاستوسايت لنموضح للمراحل مالة الانقسامات كل فترة وشقد الخلايا اللى راح تنتج حد ما توصل لهذه المرحلة اللى هي البلاستوسايت او البلاستوسايت زين هسا يجي يقول هسا تكونت انا عندي البلاستوسايت خلصت كونت البلاستوسايت صارت عندي جاهزة هذي شنو راح اسويها يقول about the time the morilla enter the uterine cavity راح تجين هذي المورلة اللى هي عبارة عن البلاستوسايت راح تروح و اه راح تدخل اه لل luteurene لل uterine cavity زين من اروح لل uterine cavity راح اكون هناك fluid هذا الفلود ما راح يسوي هذا الفلود راح يجي و راح يخترق احنا مو قلنا الموريلة راح تكون محاطة او البلاستومير ستكون محاطب الزونة بلوسيدة هذه الزونة بلوسيدة ستخترق من قبل الفلود ملات اليوترين سيأتي هذا الفلود و سيخترقها و سيروجد يدخل للانترسرلللر الموجود بين الانترسلếu مص سيخترق الزونة بلوسيدة و يدخل يتخلل الخلايا الانترسيل مص يصير بيناتهم زين من يصير بيناتهم يعني مو هي شون نقول يعني عبارة راح اقول يعني عبارة يعني عبارة عن كافتي بس كافتي مصغرة يعني مجموعة من الكافتي مصغرة راح تفتح على هذا الافلود اللي يدخل للانترسيلولر مالة الانترسيل مص بعدين هذا الكافتي راح يجمعون سوى و راح يفتحون بكافتي واحدة سنجل كافتي زين اسميها البلاستوسيل زين يعني اثنان صارت واضحة البلاستوسيل فورما لشين نجي نكمله يقول at this time the embryo is بلاستوسيل يقول هو الامبريو يعني هو يتكون منين من البلاستوسيل سيل of the inner cell مص الانر سيل مص نو كال امبريو بلاست مثل ما ذكرت سابقا انه راح نسميها الامبريو بلاست و ذكرت ليش لان هي المسألة عن تكون الامبريو باختصار شديد و يقول at one pole راح ألقاها موجودة بقطب واحد شنو يعني يعني راح ألقاها متجمعة متركزة بمكان واحد بجهة واحدة اللي هي هذه زين ها المقصد من عليها بعد اقول ان those of the outer cell must or trophoblast flatten and form epithelial wall of the blastocyte بينما مثل ما ذكرت انه outer cell او اسميها التروفو بلاست زين اللي راح ترتب يعني تربط الامبريو ويه epithelial malach uterine زين ومع مرور الوقت مثل ما ذكرت راح تكوني اللي بلاست انت يقول zoonobloseida has disappeared along implantation tubing ويقول مع مرور الوقت طبعا zoonobloseida راح تختفي اكيد يعني حتى ينغرس الجنين بالرحم زين فاكيد يعني هذه راح تختفي zoonobloseida فشيقول يقول انه يوم trophoblast cell over embryoblast ball begin to menstruate between the epithelial cell of uterine mucosa on about the sixth day يقصد بها النيابة بالانسان بالهيومان هاي trophoblast راح تكون محاطة لل embryoblast وشفناها هسا قبل شوية اللي هي يقصد بها outer cell راح تحيط ال inner cell زين زين يقول هاي trophoblast راح تجي وتغزو تخترق الميوكوز مالة الرحم تغزوها حتى تصير عملية ال implantation زين هذا يوم تقريبا تقريبا باليوم السادس بعد الفرتلازيشن زين بيقول هنان نيو استاديز سجزت السيليكتين on trophoblast cell and its carbo hydrate receptor on the uterine epithelium immediate initial attachment of blastocyte to the uterus شون يقصد بها هاي ظلاك يقصد بها يابا ترى هناك دراسات جديدة تعتقد انه هذا الارتباط مع التروفو بلاست بالرحم يصير عن طريق يعني تفاعل الشي ضمن هذا التفاعل يضمن اكو بروتين موجود على التروفو بلاست على سطح مالة التروفو بلاست اسمي السيليكتين هذا البروتين راح يروحوا يرتبط ويا الريسبترات مات الكاربوهيدرات الموجودة بالإبثيليا مات اليوترين راح يروحوا يتفاعل وياها وبالتالي راح يربط يعني هو هذا يعتقدون انه هذا يسئل عن ربط الامبريو بالجدار مات الرحم فشي يقول يقول السيليكتين سيليكتين سيليكتين بروتين ملت مات مات الريكو سايد ويقول بالتالي السيليكتين السيليكتين راح ترتبطو الكاربوهيدرات أو رسبتر مات الكاربوهيدرات الموجودة بالإبثيليا مات اليوترين ويقول هذا التفاعل يمنع يعني يسوي كابتشور للليكو سايد يعني شون نقول انه هذا الليكو سايد راح تنمسك أو البلد زين راح يوقفها انه تدمر هذا التفاعل وتنهي يعني كردة فعل يسوي زين راح يصير لها كابتشور من قبل البلد زين هنا طلاب هذا ما بيها شي بس انه بيها انه تعرفون انه يابع ترى الخلايا الانر سيل راح يكون لونها بلو والخلايا الاوتر سيل راح يكون لونها جرين زين الانر سيل بلو والاوتر سيل جرين يقول هنا البلاستوسايد فورميشن يكملها يقول السميلر ميكانيزم رزوين بالبطانيا مالة الرحم عن طريق انه السيلكتر راح يرتبط وياما ويارا السبتر مات الكربوهيدرات الموجودة بالإبيثيليا مات اليوترين زين 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 يقول انا عندي مواد ثانية اللي هي اسميها اللامينين والفايبرونكتين او جزيئات ماتركس مول كول اسميها اللامينين والفايبرونكتين هذي راح يتحزز عملية ارتباط التروفو بلاس بالجدار مالة الرحم مثل عندنا اللامين هذا هو راح يحفز وراح يسوي استميوليشن انه يعزز لي يساعد ارتباط يساعد على التفاعل مات الكاربوهيدرات هو هذا يساعدهم بينما على العكس من عنده الفايبرونكتين لا والله هذا لا راح يحفز عدم الارتباط زين يعني حتى وقال استميوليات ميجريشن يعني يحفز الهجرة يعني ما يخليهم يرتبطون هذا من هذي الفايبرونكتين فاركزوا عليهم ذني زين حطوا عليهم كل واحد حطوا علي جوا ثلاث خطوط والاشي يقول هنانا يقول يقصد بها هاي طلاب يقصد انه المولكول هذه التفاعلات اللي هسا شفناها اللي هاي دا تصير انه مالة السلكتين وال ريسبتر كاربو هيدريت هاي راح تصير على طول يعني على طول الفترة ال دفنشييشن مع التروفو بلاس يعني تصير الحد مع التروفو بلاس يتحول الى البلاس انته محنا قلنا التروفو بلاس مع مرور الوقت مستمر الحد مع التروفو بلاس يصير ال دفنشييشن يعني يتحول الى البلاس انته زين بعد يقول نهاية الأسبوع الأول بعد الفرتلائز نهاية هذا الأسبوع راح المورلة تكون عندي متكونة زين راح تكون عندي متكونة المورلة وكذلك مغروسة بالجدار مالة الرحم بالميوكوز مالة اليوترين هاي شوكت هاي بنهاية الأسبوع الأول زين هس راح نجي المن راح نجي لل اليوترين a time of implantation the wall of يوترين consists يوترس خلال الفترة الزرع مالة الجنين لما يوجد جنين موجود بجنين ماذا راح ألقى الطبقات مات تعالوا نور يقول أول طبقة اللي هي الاندوماتيريوم اللي هي الطبقة الداخلية اللي راح تكون شون مواجه للجنين هاي الطبقة هاي الزرع خلين نفهمها زين هيا هاي الطبقة فيها طبقة الداخلية يعني يرتبط بيها الجنين او أسميها بالميوكوز لين زين وتكون هي الإنسايد وال مثل ما قلنا المايو المايوماتيريوم هي thick layer of smooth muscle طبقة التي تكون موجودة بين الاندوماتيريوم وبين البريماتيريوم تكون thick layer of smooth muscle البريماتيريوم يقول ستكون بريتونيال covering in the outside wall هي هاي الطبقة التي ستحيط للرحم باختصار شديد هي عبارة على البريتونيوم البريماتيريوم اسميها البريماتيريوم اللي هي البريتونيال covering link outside wall يقول هنا افرامو بيوبورتي مرحلة البلوغ للفتاة اللي يتمثل من تبدي عندها الـ اللي هي تبدي تقريبا خلال عمر 11 الى 13 سنة الحد اللي هو الحد ما تصل سن اليأس من 45 الى 50 سنة زين يقول عندنا الـ اندوماتيريوم undergo change in cycle approximately 28 داي طلب خلال 28 داي اللي هي منسترال منسترال سايكل احنا نسميها مو منسترال اكو فرق بين منسترال سايكل والمنسترال فيس زين خلال الـ 28 يوم راح الـ اندوماتيريوم البطانة مات الرحم راح تخضع الى مجموعة من التغيرات فهذه التغيرات اما تهيئ الى الرحم بعد هذه الفترة اما يستقبل الجنين اذا كانت اكو سبيرام او لا اذا ماكو راح يطلع ويتسلخ جدار الرحم يطلع عن طريق المنسترال فيس زين فشو يقول يقول خلال هذ 28 يوم راح الاندوماتيريوم راح يخضع الى مجموعة من التغيرات عن طريق هرمونات عن طريق الهرمونات اللي راح تطلع من الـ ديورين منسترال سايكل الاندوماتيريوم يقول خلال المنسترال سايكل الـ الليوترين المنسترال سايكل اللي هي 28 يوم تقريبا راح البطانيومات الرحم راح تكون يعني راح تخضع الى ثلاث اطوار اول طور اول طور اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو الطور التكاثري زين مالة الرحم يعني خلاله يكون جدار الرحم يسمك يثخن زين والطور الثاني اللي هو السكرتري اول البروجستناشال اللي هو الجدار الرحم يكون يعني تكثر به الغدد الافرازات والاوعية الدموية يكثرون به زين لان احتمال انه يصير الحمل حتى يكون مهيل هذا الشي والطور الثالث اللي هو المنسترال فايس اللي هو يحدث هذا المنسترال فايس لما ما يكون حمل ما يكون في يحدث هذا المنسترال فايس نجهز السكرتور ونوضح ما هو يقول البروليفرات الفايس يعني مو ينتهي المنسترال فايس تنتهي المنسترال فايس اللي هي الدورة الشهرية مثلا تنتهي الدورة الشهرية نهاية هالي راح يبدي يعيد تنتهي عبارة عن دورة يعني تخلص هذه السايكل تبدي سايكل جديد تخلص هذه السايكل تبدي سايكل جديد يعني بالتعاقب خلصت المنسترال فايس بدأ مباشرة البروليفرات الفايس اللي هو راح يخضع تحت تأثير الاستروجين زين اللي زين يقول خلال الفترة اللي راح يصير بالرحم يعني يتثخن خلال البروليفرات الفايس ويتطور وجداره يتجدد وهذا يسمى كي يصير يقول خلال هالفترة أيضا اللي راح يصير نمو لل أوبارين فاليكلاوز زين بنفس الوقت بعد الشي يقول يقول البروليفرات الفايس بيقين ابروكزمالتي اثنين الى ثلاثة ايام افتر اوفيوليشن هذا طلاب السكرتري فيس اللي هو الطر اللي يصير بالجدار الرحم افرازي يعني يتكثر بالغدد الافرازي يتكثر بالأوعية الدموية شي يقول يقول هذا راح يصير بعد تقريبا يومين او بعد ثلاثة ايام من الافيوليشن من الاباضة زين وهذا راح يستجيب المن راح يستجيب للبروجسترون اللي راح ينفرز من الكوربس اليوتيم يعني يشتغل او راح يبدأ هذا الطر تحت تأثير البروجسترون اللي ينفرز من الكوربس اليوتيم زين يقول الفرتلزيشن does not occur اذا مثلا خلصان هاد الاطور احتمال صار عندنا فرتلزيشن واحتمال ما يصير فرتلزيشن يعني احتمال يصير اخصاب واحتمال ما يكون اخصاب اذا ما يكون اخصاب شو حيصير للرحم يقول Sheeding of the endometrium marks the binding of menstrual phase يقول يابا ما صار اخصاب ما صار حمل اوكي راح هذا ال ال endometrium ما ترحم راح تصير تتسلخ زين تتمزق وهاذي راح تنزل هاذي على شكل بلط خلال ما يسمى بالmenstrual phase اوكي لكن اذا لا صار حمل اوكي صار اخصاب فرتلزيشن does occur يعني صار اخصاب شو حيصير ال endometrium endometrium assist in implantation and contribute formation of placenta يعني الرحم راح يكون جداره متخن مزود باوعية دموية بيكون افرازي لان مليء بالغدد فش راح يصير راح يكون يعني مهيئ انه يصير بعملية الزرع الامبريو مهيئ تماما بالاضافة الى يكون مهيئ الى تكوين البلاسنتا زين فش يقول يقول lateral in gestation the placenta assessment the rule of hormonal or hormone production and corpus luteum degenerate يقول وكذلك راح تتكون البلاسنتا اللي مسؤولة عن افراز الهرمونات هرمون البروجسترون بفراز الهرمون البروجسترون بعد ما الجسم الاصفر يصير يعني يتحطم هي راح تتولى هذا الشي زين شخص يقول يابا خلال فترة الزرع يعني خلال فترة غرس الجنين ترى الميوكوزة مالة الرحم والميوكوزة مالة اليوترين راح تكون عبارة عن الميوكوزة يعني فرازية مليئة بالغدد حتى توفر يعني بيئة مناسبة للامبريول للجنين زين وكذلك راح تحتوي على artery زين يعني ملفوف وهيتشي يعني حتى تاخذ مساحة اوسع يعني مساحة سطحية اوسع فداخل راح تكون يعني على شكل لفائث من الارتري زين وبعد يقول والتشيو مالة راح تكون يعني عصاري يعني فرازي زين مفرز يعني للانزيمات وهذه الشغلات بعد يقول خلال هذه المرحلة خلال يعني ما اكو جنين باليوترين راح اقدر اشوفها بطبقة الاندومتيريوم اللي هي احدى طبقات الرحم راح اقدر اشوف بيها ثلاث ليرات اللي هي سوبرفيشال كومبارتمنت يعني الطبقة السوبرفيشال راح القها كومباكت والطبقة الانترميديت وطبقة بايزل السوبرفيشال راح تكون كومباكت الانترميديت راح تكون سبونجي والبيزل لير راح تكون ثن زين يقول ثيرا زين يعني بهذا المكان اللي هو الانتيرو باستيريار اذا ما صار اخصاب يقول الفنيوز والسنسويدال سباكت باكت 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 السكابس from superficial artery and small باكت خلال المنسترال فيس هي عبارة عن قطع من الكلاندات وكذلك من استراماات الرحم راح تطلع يعني خلال البلد خارج الرحم زين خلال المنسترال فيس بعد اقول المنسترال فيس هي راح تطلع طبقة الطبقة السبونجي والكمباكت لير يعني راح تطلع وتروح وهي البلد خلال المنسترال فيس بس راح تبقى لطبقة وحدة طبقة وحدة اللي هي البيزل لير موجودة باللوتران موجودة بالرحم حتى خلو ما يطلع عن ثلاثتهم اذا طلعن ثلاثتهم بعد ون تتكرر هذه الدورة اللي هي قلنا عليها اللي هي البروذف ريتب والسكرتري والمنسترال بعد ما يصل الى ثلاثتهم يطلعون فراح تبقى بس البيزل لير زين فبس هي بس هي بس هي بس هي راح تبقى حتى هي المسؤولة عن تكوين ذلك الطبقات اوكي فش يقول يقول هذا البيزل لير فمثل ما ذكرنا سابقا انه يابا يقول انه هاي البيزل لير راح يتكون مسؤولة عن التجدد هي بسبب من يصير بسبب البيزل لير هي راح تكون لذلك الطبقات والتثخن مع جدار الرحام وهذه السوال في كل هذا البيزل لير هذه ما بها الشي بس عرفوا انه هذه مايوماتيريوم والبريماتيريوم زين والإندوماتيريوم يعني لو لا ركزوا عليها نخب هذا الرسمة بعد هذا ما بيشي الجدول يعني يعتبر مراجعة للأخذناء أو سامري فبس راح اقرأ اوكي ماك مشكلة يقول في القطة The end of menstrual phase المنطural phase زين المنطural phase ايش راح يصير يعني المنطural phase راح تخضع المن الى تأثير الاستروجين سيكريشن زين خلال هذه الفترة ايش راح يصير راح يصير maturation of follicle راح الفوليكل راح تبدي تتكون وبعد والبرولي البروليفريتف change form 3 mucosal layer the basal intermediate spongy and superficial compact layer كذلك الشي اسمه التبدي الطبقات مثل endometrium مثل طبقات الرحم راح تبدي تتمايز يعني راح اقدر اشوف بها ثلاث طبقات اللي هي مثل ما ذكرنا الميوكوزل layer وال intermediate وال superficial زين بعد اقول ال beginning 2 and 3 days after ovulation under the و ثلاث راح يصير عدد طار هذا طار اسمي secretary face طار الافرازي اللي هو راح يشتغل تحت تأثير البروجسترون المسؤول عن افراز الاستروجين والبروجسترون بهذا الطار اللي هو شنو هاذا الطار اسميه 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 secretary change او secretary face where uterine gland and artery are enlargent and colloid اللي راح الرحم او الاندوماتيريامات الرحم راح تكون عبارة عن اقلاندات بيها وبها ارتري يعني باعداد كلش كثيرة زين وتكون ملفوفة حتى تعوض المساحة자는 والتها راح تكون بكمات كثيرة بعد اذا ما صار اخصاب يعني هو يقصد يارقطور يقصد بالmenstrual base او No fertilisation occur ش راح يصير راح Degeneration للكوباصلأ والبانيوس والسينساويدال راح يطلعون للخارج على شكل بلود زين وبعد يقول بيجينج أوف منسر الفيس و بلاد سكاب و الشيدينج أوف يعني يستلخ جدار الرحم مثل ما ذكرنا السابقا و راح تطلع كل الطبقات مات الرحم اللي هي الكمباكت و السبونجي مع عدا البيزل لير زين هسه وصلنا للكلينيكل كورليت من هذا السلايد و هذا السلايد يعني نقدر نقول أنه تقريبا محاضرة الامبريو اللي هي خاصة مرحلاتنا انه انتهت يعني حرفيا انتهت هذا لشهو نقول كلام شو نقول سطحي او مو لا لا مو سطحي يعني جانبي زين يعني محاضرتنا الرئيسية خصوصة هذا يعتبر كاشي جانبي لها فاش يقول.. يقول clinical correlate .. لدينا بعض الclinical contraceptive method لدينا طرق لمنع الحمل شنية هذه الطرق؟ أما تكون عن طريق technique أو تكون عن طريق حبوب أدوية يأخذوها يمنعون الحمل تعالوا نعرف شنو هذا الطرق أول طريقة اكل barrier technique اللي هي تتمثل بما بالميل كوندم هو واقي ذكري راح يغطي البيانس حتى يمنع الحمل وكذلك في ميل كوندم لنجينج ذا فيجاينة وواقي أنثى وهمات راح يغطيه للفاجانة ويمنع للحمل والفاجان الدايفرام والسيرفايكل كاب والكونتروسيبتف سبونج وهذا اللي هنا أنا موضحي إياهم بالصور الكونتروسيبتف ميثود الطرق الثانية من الكونتروسيبتف ميثود اللي هي الكونتروسيبتف بياض عن طريق الحبوب يعني يأخذون حبوب يمنعون الحمل أول شي عندنا نوع من الحبوب اللي راح يحتويلي على الاستروجين والبروجسترون هذا من النوع من الحبوب طلاب راح يأخذونا ومثلا لمدة 21 يوم يستمرون عليه وراح يسوي انهبشل للFSH والLH اللي هما مسؤولين عن الحمل بعد الميل بيلز هما تأكو حبوب للميل يأخذها سنتيتك اندروجين هما ترح تخلق الاندروجين اللي هو المسؤول عن المنع الحمل بعد عدنا درق RU486 او اسمي المفي بريستون هذا هم نوع من الادوية وبعد والديبوبروب اللي هو همات احد طرق طلبها الديبوبروب اللي هي عبارة عن حقنة يأخذوها اما تحت الجلد او بالعضلة اذا تحت الجلد اكو انواع يعني او اذا اكو نوع منها يأخذوه تحت الجلد واكو نوع يأخذوه تحت العضل اذا اخذو هذا النوع اللي تحت الجلد احت عدم حمل مدد خمس سنوات او اذا اخذو هذا اللي بالعضلة وضربوها احتمال انه 23 شهر اللي هي سنتيا اللي شهر ما يصر يعني ما يكون عدهم حمل اوكي الچهد meget من الطرق الثانية التطلب ال anesthetic اللي هي intrautrain التطلب ديفايز هالي لها السدة تشوفوها هاي الجهاز اللي موجود امامنا بالصورة اعتقد اسمه لولب وهو معروف يعني شاع فيستخدمونا كثير او اللي هو شواني اقول انه يعقدون الفازاكتوم يعني يسوون شد او يعني يعقدون الليوترين تيوب حتى ما تنتقل الأوسائت لليوترين وبتالي رأى يعني حامل يعقدون اوكي بعد الفرتلتي اورنس ميثود هذي الفرتلتي اورنس ميثود او ما تكون او ستاندار دايز ميثود بعد يقول السائل المنوي اخذناها نحن بالفزلجة يقول لازم الفوليوم مالته لازم يكون اكثر او يساوي اثنيا يعني النورمال الشخص النورمال لازم اكثر او يساوي ثنيا ميلي لتر البي اتش لازم تتراوح بين السبعة بوينت الثنيا والسبعة بوينت الثمانية النورمال الكنستراكشن يعني خلال الاجيكوليشن لازم السائل المنوي تقريبا راح يكون اكثر او او يساوي عشرين في عشرة والستة ملي لتر بعد الحركة مالة الاسبيرام راح تكون خلال السائل المنوي لازم تكون اكثر او تساوي خمسين بالمية forward progression يعني سرعتها واتجاها للامام بعد وهمات يعني همات لازم اكثر او يساوي خمسة وعشرين بالمية رابط progression سرعة مالتها المورفولوجي يقول لازم المورفولوجي يعني خلال السائل المنوي لازم المورفولوجي مات الاسبيرام النورمال لازم يكون اكثر من 30% من كمية الاسبيرام خلال السائل المنوي لازم تكون يعني normal مورفولوجي شكلها طبيعي اكثر من 30% الكوفيكيشن التميع عمالتها زي مني ياردوني ميعوها لازم تستغرق وقت تقريبا من 20% الى 60% اذا اكثر فاحتمال الكوفة الدفكت معين زين فلازم من 20% الى 60% دقليقة هذي كلها ما اخذ بها احنا بعد يقول المال infertility may be result يقول الانفرتility مالة المال احتمال قد يكون لها اسباب من هذه الاسباب هي يعني احتمال انه عدد الاسباب قليل او الحركة مالتها تكون قليلة هذي تسوي الانفرتility للمال بعد يقول النورمل الشخص النورمل لازم يكون الاجيكيوليشن ماتة خلال الاجيكيوليشن ماتة راح لازم يكون حاوي على 2 الى 6 ملي زين يعني السائل المنوي هو تقريبا يلازم يسوي يقذف تقريبا من السائل المنوي 2 الى 6 ملي لتر هذا 2 الى 6 ملي لتر لازم تكون حاوية على 100 ملي من الاسبير ملي لتر اوكي بعد يقول من واذا 20 ملي سبير ويقول اذا السائل المنوي يحتوي على يعني 20 ملي فقط 20 ملي او 50 ملي من السبير هذا ايضا اعتبر fertility يعني اعتبر fertile يعني خصب زين زين هسا نجي للويمان شنو الاسباب يعني اللي تخليها infertility يقول infertility and women may be do number of causes لعدة اسباب شنو هاي الاسباب خانا اجي نعربها يقول including a coil due train tube most commonly caused by pelvic inflammatory disease يقول احتمال انه السرع دها اللي يعني نتيجة infertility مالتا احتمال انه التهابات يصر عندها بالحوض زين فسبب امراض بال uterine هذا راح تمنعها عن من ال pregnancy راح تتسوعد ها عقم اوكي بعد hostile cervical mucus وبعد immunity to spermatos المunity يعني انه يكون جسمها يحارب بالspermatos اللي يدخل لها فراح بالتال هذا سبب infertility بعد absence ovulation زين وقد يكون لا اسباب اخرى اوكي بعد problem of تقريبا يقول 15 الى 30 بالمية من ال cobbles الاسباب اللي يعني تخليهم infertility هو low number of spera ذكرناها سابقا polymothile spera ذكرناها obstetriced uterine tube mostly by pelvic inflammation ذكرناها والhostile mucus of uterine cervical ذكرناها والabsence of ovulation ذكرناها ماردن اطول المحاضرة لان بعد ورانها وياسالات لذلك اذا اشرح سريع شوية one percent of all pregnancy is the united states or care using asted reproductive technology يقول تقريبا واحد بالمية من عدد سكان الولايات المتحدة يستخدمون تقنية اسميها asted reproductive technology هاي التقنية اسميها يعني في الصلاح بالعربي لها تقنية اطفال الانابيب شون يقصد بها هاي طلاب هاي طلاب يستخدموها لمن الاهالي يعني يعجزون عن الميصر عندهم pregnancy بيلتجون الى هذه التكنولوجي لكن لها مضار هاي التكنولوجي شينو هاي المضار يقول احتمال الطفل اللي ينولد بهاي يعني يعني ينتج من قبل هذه التقنية راح ينولد اقل من 37 اسبوع اللي هي نورمال 37 اسبوع هو راح ينولد باقل من هاي الفترة اللي هي 9 الشهر راح ينولد باقل من هاي الفترة بعد من ينولد راح يكون وزنه اقل من النورمال اللي هو 2.5 راح يكون اقل من 2.5 بعد يقول infant mortality يعني احتمال ينولد ميت بعد Most of these adverse outcomes are caused by an increased rate of multi birth وبعد شي يقول يقول هذه التقنية تعتبر يعني تعتبر تقنية متعددة الولادات يعني شلون يعني احتمال يصير عدهم من خلال عملية الانجابة الوحدة يكون عدهم اثنين اطفال او ثلاثة او اربعة زين او اكثر common ART pregnancy وهاي يعني التقنية تعتبر شائعة للحمل زين recent studies induct however that even among singlation breath from ART there are increased in low birth weight on melford infant ويقول هذه التقنية بالدراسات الحديثة استكشفوا انو الاطفال اللي ينجون من هذه التقنية انو اوزانهم تكون قليلة اقل من النورمال ذكرناها ويكون معرضين يعني تشوهات يعني ينولدون احتمال مشوهين زين شي يقول يقول هذه ال ART اللي هي هاي مال اطفال انا بيش لو نصير يصير بالمختبر يساوها اوكي 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 انترافال او نقلون الزايكوت لل انترافال وبعد والانتراسايتوب لازم اسبرم انجوكشن تصير قذف للسبرم بعد انترا يوترين اسمي وهذا اللي موضحي لنا هذي الشي يسمى شوان يساوها بالمختبر بعد هذي يعني كسامري يعتبر بعد يقول عن هاي التقنية ال ART يقول Spontaneous abortion يقول الاحتمال انه يتعرضون الى الاجهاضات يعني ما ينولد ويتعرضون الى الاجهاض بعد multi birth تنتج عنها ولادات متعددة low birth weight انه الاطفال اللي يتجون منها راح يكون اوزانهم اقل تقريبا من اثنين ونص غرام بعد راح ينولدون بفترة اتقل عن الطبيعية اللي هي 37 اسبوع بعد birth defect احتمال انه ينولدون مشوهين birth defect developmental disabilities يعني يكون تطورهم قد نموهم راح يكون اقل من الاطفال الطبيعيين يعني يجون بصورة طبيعية الـ Childhood ملغنانسي يكون يعني هذول الاطفال احتمال يعني يكون معرضين للاورام يعني الامراض السرطانية وهذه الامور هذا يقول وصلنا الامبريونيك stem cell يقول الامبريونيك stem cell هي الخلايا الجذعية الجنينية اللي ياخذوها خلال فترة الامبريو من الجنين ياخذوها هذه الخلايا يقول pulporant and can form virtually any cell or tissue هاي الخلايا يقولون يا بترأ لها قدرات متعددة ومن هذي القدرات انه تكون لمختلف انواع الخلايا والانسجة زين they have the potential for curving virtually of disease including diabetes and Parkinson disease anemia spinal cord injury and money others يقول هذي الامبريونيك stem cell يستخدموها بعلاج العديد من الامراض من هذي الامراض الدايباتيز مراض السكري داء السكري زهايمر البركنسون disease الانيميا spinal cord injury يعني spinal cord ايضا يعوضون spinal cord يعني الخلايا التالفة من spinal cord يعوضوها بهذه الخلايا زين بعد money others using animal بسهام اول ما طبقوا هذي التجربة انه شافوها هل بها فائدة صدق يعني يستفادون منها بعلاج هال الامراض لا عليما طبقوها طبقوها على الفئران شلون تعالوا نعرف اخذوا هاي الخلايا الجذعية مثل الفئران ومنعدها قدروا انه يسوون يحصلون على انسولين فبالتالي اكتشفوا انه هي فعلا من خلال يعني تجربتها مع الفئران فعلا انه هي يقدرون انه يستفادون منها باصلاح ال بالباركنسون ديزيز ال دايباتيز زيان فش يقول يقول ال امبريونيك سيال استمسيال may be obtained from امبريو يعني خلال امبريو بعد عملية الاخصاب زيان يقدرون انه يحصلون على هاي خلال طور يسموه ربوروديكتب كلوني زيان الاستنساخ التناسلي يسموه بعد الاستنساخ التناسلي راح نقدر نحصل على هذه الخلايا زيان يقول يعني المضار من هذه الطريقة يقول يقول يابا احتمال انه مثلا انا مو انقلها من عضو اريد انقلها فد عضو معين اخذت الخلايا جدا اصلح فد شي معين بالجسم هذا الانسان جبتها من خلايا جنينية معينة اخذتها من الجنين اصلح فد عضو معين بجسم الانسان هذا الانسان نفسه نفسه يعني اخذتها من انسان يعني من شخص ثاني من الامبريو من الامبريو هذا الشخص بحيث 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 من يقول هذا الشخص هذه الخلايا الجدعية سوف يستجيب وستقبلها جسمها اوكي من المضار الاخرى اللي يقول another tissue with the abroca is passed on ethical concentration as the cells are derived from fertilized viable embryos يعني يقول هاي تعتبر شي غير اخلاقي ليش غير اخلاقي لان يابعود هما راح ياخذون من حياة يعني من شخص قابل الحياة اللي هو الامبريو راح ياخذون من عدة هالخلايا ونقل هاي يعتبرون شي غير اخلاقي غير هال زين يقول as the file of stem cell research progars sensitive advance will provide more genetically compacted cell هاي يعفوها كلها فشيقولون يقول نعم 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 most recently technique have been devised to take nucleic from adult cell مثل اللي سكان عدنا introduce them into iniclutide oocyte هاي نهاية مات المحاضرة فقونا نعلز اوكي فشي يقول يقول انه احتمال لا ياخذون stem cell خلايا جذعية من نفس الانسان ويعالجون بها مثلا عضو هو يعني بنفس ه بجسمه فهاي يعني يستجيب الها اكيد مثلا ياخذون من ياخذون من الخلايا البالغة مات الاسكن ياخذون ها من الاسكن ويودوها للنوات مات الOocyte ويغرسوها بالنوات مات الOocyte فشي يقولون يقول هاي شون اسميها طريقة هاي اسميها بال therapeutic cloning or somatic nuclear transverse يعني نقل خلايا جذعية من الخلايا بالغة متمثلة بالسكن الى خلايا اخرى بنفس الشخص من نفس الشخص اللي هي الOocyte اوكي يقول Oocyte are stimulated differentiation in blastocyte in electro embryonic stem cells are hovered because the cells divide from the host they are compact genital and because fertilization is not involved the technique is least control vestral شخص بها طلاب يقول هذي يعني هذه التقنية عادي يعني موافقة للأخلاق يعني مو مثل هذي عادي يعني ما بها ايش ما بها ايش زين لان ما راح تكون مأخوذة من حياة كائن ثاني مخصب اللي هو الامبيريو لا من نفس الشخص مأخوذة زين وصلنا للأدلت stem cell يقول الأدلت stem cell adult tissue contain stem cell الأدلت tissue راح تحتوي ايضا على stem cell that may also available in treating disease هم راح يستخدموها احتمال انه يعاجون بها امراض متنوعة بس لكن الكفاءة اكيد ما هتكون اقل من الامبيريوني stem cell زين فشي يقول this cell are restricted in their ability to form different cell types and therefore are multi bound not proponent يعني ما راح يكون لها القدرة انه تصلح مثل ما ذكرنا سابقا بالامبيريوني stem cell تصلح مختلف انواع الخلايا والانسجة لكن هلا راح تكون قدرتها محدودة ما لها القدرة ان يصلح لجميع الخلايا والانسجة وهاي تعتبر احد الدس ادفانتج مالتها يعني يقول الاحتمال لا تستخدموها بعلاج المرض البركنسون ومن الدس ادفانتج الاخرى مالتها اللي هي يقول انكليو the slow rate of cell division راح انه تكون انقسام مالتها بطيء زين بطيء لذلك قابليتها انه يستخدموها على العلاج الامراض ما راح تكون مثل الامبريونيك لا راح تكون قليلة الكفاءة مالتها راح تكون اقل بسبب انه الانقسام هات راح تكون جدا بطيء زين which make them difficult to insufficiency number of experiment بالتالي راح يكون من الصعوبة انه شون اعدادها راح تكون قليلة اوكي فمن الصعوبة انه يحددوها ويلقوها بالجسم وبالتالي راح يستفادون من عندها زين عيني واخيرا وصلنا الاخر سلايد زايكوت فمثال شون يصير عدنا فالدفكت بالفرتلازيشن خلل بالاخصاب او خلل بالنواة او بالكروموسومات زين خلال عملية الفرتلازيشن فراح يسبب لابنورمال زايكوت تعالوا نعرف شون هاي يقصد بها يعني التكون زايكوت الابنورمال قد يكون غير معروف يقول بعد تقريبا اقل من اسبوعا او دف اسابيع من الفرتلازيشن before the women release the pregnant and therefore are not دي يعني صار لها اجهاض و يعني او هي ما تدرى انه صار هذا الشي او راح تكتشف وقت متأخر او راح تدرك هذا الشي وقت متأخر ف يقول يقول استيمate are that as من 50% من pregnancies and spontaneous abortion and that half of these are result chromosomal abnormality يقول يابا ترقي 50% من abnormal zykote يصير نتيجة chromosomal abnormality زين اها كل مهمة زين مو تلث خطوط خلي جوها جوها اربعة خطوط في يقول انه 50% من pregnancies التشوهات او الاجهاضات اللي يصير اللي احتمال يصير نتيجة تشوه يعني متشوه الجنين فاحتمال يصير الاجهاض فنتيجة abnormal zykote abnormal zykote يعني السبب من سوى هذا abnormal zykote نتيجة chromosomal abnormality عندنا زين فشي يقول يقول هذه التقنية او يعني هذه هي مراحة اجهاض للوما فمن يصير عندها حمل مرة ثانية ف يساعدنا هذا الشي الحمل الاول اللي صار لاجهاض عدها يساعدنا هذا الشي انه يا بش لي شن المشاكل اللي سوت هذا الاجهاض فراح يساعد انه نتلاف هذا الشي ونتفاد هذا الشي انه يمكن هذا يعني حتى نعالج ويصير عندها حمل مرة ثانية اوكي ويقلل من 12% الى 2.3% من الانفانت والي تصير للطفل من التشوهات اللي تصير للطفل زين يقول يقول تقنيتين التلقيح الصناعي اللي هو IVF والبوليمر chain reaction هذا التفاعل البوليمر chain السلاسل البوليمر هذي شنو استفاد من عيدهم ذو لهم فائدة جدا يعني كبيرة طلاب شنو مفائدة منهم هذول يعني راح خلال الحامل مات البرغنانسي راح يمكنوني انه اعرف الجنين اذا بيتشوهات معينة اذا بيفتشي حتى انا اروح انه اعاجه هو خلال يعني هو خلال موجود عن فترة الامبريو اروحا اعاجه مثل استقصل هذا الورام او هيتش يعني راح يستفاد من هذه التقنيات وهذه الامور وكذلك استفاد من الامبليفايت عن طريق تحليل الديان لان راح يكون مليء بالجينوم لان الديان الانسان مليء بالجينوم وهذه الجينات راح اتمكن من تحديد اذا كانت هناك متلازمات موجودة خلال الامبريو يعني مثل ما قلنا سابقا ان هذه الطريقة وهذه التقنية راح تسهلي او تمكنني من معرفة اذا كان دفكت معين بالجينين يعني فد ورام او اي مرض يعني استاعدني انه اعالج الطف زين فخلصنا محاضرتنا اثمن تكون واضحة وهذا الاسلادات الاخيرة شوية يعني صراحة انه مو مرتبطات يعني يعني شونا اقول اقروه انتم وما تقروه اقروه بس ركزوا على الشرح المحاضرة اللي بالبداية زين اللي يعني تقريبا الحد ستاد 80 ما اشوف يعني انه بأشياء مهمة بس الاشياء اللي ركزت عليهم وشرحت همان كل اشياء حتى زين ركزوا عليه اوكي بالتوفق ان شاء الله